بالنسبة لي كولية الزراعة بعض من الأسئلة المحاضرات كم ساعة وممكن أقصى حاجة تاخد كام محاضرة في اليوم وبتحضر كام يوم في الأسبوع ولو أخذت كورس لغة أو برمجة أو أي كورس جنب الكولية هقدر ولو لا لو عملت كده يكون صعب أجيب امتياز لو لأربع سنين جبت امتياز هل كده يعتبر متعين في الجامعة؟ الحقيقة ده على حسب كل جامعة الساكاشن أو النظام الخاص بيئة المحاضرات بعد الصوت معلش فدي من ضمن الحاجات اللازم تأخذ فيه الاعتبار في يوم ساكاشن أو يومين في الترم على حسب ده موجود ولا لا؟ أو في يومين محاضرات يوم أولاين ويوم في المدرج وفي أحيانا بيكون كله مع بعض على حسب الجامعة نصيحة كتب كل حاجة وراء الدكتور زائد ما فيش كورسات بيكون تدريباته خارج الجامعة المحاضرات عادة من ساعة ونص لساعتين وده تطبق على حسب ده ويوم ساكاشن يوم لا ولكن الترم بيكون في حضور محاضرات ست محاضرات ويوم أولاين كل المواد ثمن محاضرات مواد كلية مش محتاجة كورسات قوي لو تابعت مع الدكاترة قوي بأول ومعظم الدكاترة محترمة وبالشراحة كويسة لكن فيه كورسات أساسية طبعا الاهتمام بيها زي اللغة والكورسات المرتبطة بي المجال بتاعك علشان بعد كده ان شاء الله تتخرج في أولا سهل تتوفق وقتك وتاخد على الأقل تدريبات والكورس اللغات الإنجزاء وتطور من نفسك لان فيه من ثلاثة الاربع ايام فاضية في الأسبوع ولكن بعد كده ممكن لانك داخل على تانية ممكن المواضيع تتراكم معاك ويجب انك تأخذ ده في الحسبان عادة لو انت عاوسة عين تقريبا الامتياز مش الشرط الوحيد لازم تطلع من اول عشرة او ستة اوائل تقريبا ولكن يجب انك تاخذ ده في الاعتبار المحاضرة على حسب الدكتور فيه الدكتور بياخد ساعتين متواصل وفيه اللي مش بيكمل غير نص ساعة او ساعة ونص اقصى حاجة واحدة او اتنين على حسب كل يوم ولكن يجب انك تاخد فيها في الاعتبار علشان الكورسات المطابطة بالمجالة كيكون بالنسبة لك كويسة حتة التعين في الزراعة مش طهر اهم حاجة تطلع الاول في القسم بتاعك اللي هو سنة ثلثة او ربعة فيه ناس جايبة مقبول في او سنتين وتعينه عشان طلعوا الاول على اقسامهم حاول تجيب امتياز في الاربع سنين وتالتة وربعة طلع الاول وان شاء الله تتعين بس برضو احتمال حاجة مش هتحصل مش حاوز حبطك بس دي حاجة بتحصل وان شاء الله انه دايما يبقى عندك بلان بي او دايما يكون عندك اوبشن تاني عشان تكون الدنيا بالنسبة لك كويسة وربنا اوفقك وكتب لك كل خير بإذن الله اشتركوا في القناة